أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء دعم مصر وتأييدها للحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي معربا عن أمله في أن تنجح جهودها في إعادة الأمن والاستقرار بالعراق تصرحت محلب جاءت خلال لقائه باستفير العراقي بالقاهرة دياء الدباس حيث تمت مناقشة سبل تنشيط العلاقات بين مصر والعراق في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء حرص الشركات المصرية على أن يكون لها دور هام في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل تنمية وإعمار العراق وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين البلدين من جانبه أكد السفير العراقي أنه سيتم المضي قدما في استئناف قدوم العمالة المصرية إلى العراق وتفعيل تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال